موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحفة نبدأها من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي نشرت مقالا لجاكسون ديل بعنوان لحلول وسطية في الشرق الأوسط بالنسبة لأوباما حيث يشير الكاتب إلى أنه بينما تتطور الأحداث في الشرق الأوسط بدموية كان المدافعون عن باراك أوباما يجادلون بنقطتين أن الفوضى التي تزداد سوءا ليست من خطأه والنقطة الثانية لم يقدم أحد بديلا عن استراتيجيته كتب فيليب جوردن رئيس في مجلس الأمن المختص بالشرق الأوسط في بولاتيسي السياسية الأمريكية ليست المصدر الرئيسي لهذا التغيير ولا تملك الولايات المتحدة خيارات جيدة للتعامل معه كما قال وجادل المسؤول السابق لمجلس الأمن والبنتاجون ديريك توشليت في الواشنطن بوست عندما يستبعد الخطابات يجد أن ما ينصح به الجمهوريون يماثل سياسات الرئيس التي يدعون أنها فاشلة تماما بالطبع الولايات المتحدة ليست المسبب الرئيس للفوضى في العراق وسوريا ولا في أغلب مناطق الشرق الأوسط قد أدان المرشحون الجمهوريون ضعف السياسة التي يتبعها أوباما إلا أنهم لم يقدموا أي منهم تغييرا جذريا في السياسة فلنبدأ بدعم الجيش العراقي الذي يوافق الجميع على أن يقوم بعملية استرجاع المدن الكبرى من الدولة الإسلامية إن القوات الأمريكية التي تقوم بإعادة تدريب الجيش الآن تعمل فقط مع القيادات لدى أقسام الجيش بدل أن تتحد مع وحدات أصغر وتنتشر معهم على الجبهات الأمامية إن التكتيك الأخير التي قامت به الولايات المتحدة مع الجيش العراقي والجيش الأفغاني قبل عام 2010 قد أثبت فعليته إلا أن أوباما أصر على فرض حدود أكثر تقيدا لأسباب سياسية من أجل تخفيف والتخفيف من الخسائر الأمريكية وعدم مشاركة الجنود الأمريكيين في العمليات العسكرية لقد بدى واضحا أن تلك الحدود تسبب الإعاقة إن المستشارين الأمريكيين غير قادرين على دعم الوحدات العراقية عند تعرضها للهجوم أو حتى استدعاء غارة جوية من قبل الطائرات الأمريكية إن المشكلة الثانية تكمن في فشل تسليح وتدريب القوات المؤيدة لأمريكا في الوقت الذي توسعت فيه الدولة الإسلامية وكدست إيران الدبابات والمدفعية والأسلحة الأخرى للميليشيات الشيعية العراقية رفض أوباما طلب الميليشيات الكردية والقبائل العراقية السنية للحصول على الأسلحة الأمريكية إن البيت الأبيض يصر على أن الأسلحة يجب أن تمر عبر الحكومة العراقية ولكن تلك الحكومة الخاضعة لنفوذ إيران قد فشلت مرارا بإيصالها ويبقى الفشل الأكبر للرئيس في عدم تحقيقه حتى لخططه المحدودة بالنسبة لسوريا لقد أعلن البيت الأبيض ديته لتسليح وتدريب خمسة عشر ألف ثائر سوري في السادس والعشرين من حزيران عام الفين واربعة عشر بعد عام من ذلك لم يتم تجنيد سوى مئة وأربعين لأعوام ضغط بعض المسؤولون لإنشاء منطقة آمنة في سوريا بمساعدة تركيا حيث سيتمكن الثوار والحكومة البديلة من التجمع آمنين من الغارات الجوية التي يشنها نظام البشار الأسد لا زال أوباما رافضا لذلك بينما لا يقدم أي استراتيجية لمنع تقدم الدولة الإسلامية أو لإزالة نظام الأسد قد تستمر حروب الشرق الأوسط لأعوام ولكن الولايات المتحدة قد تتمكن من القيام بما هو أكثر لتشكيل نتائجها النهائية إن الإصرار على العجز الأمريكي وغياب الحلول البديلة لن يداويها صحيفة الحياة اللندنية نشرت مقالة لغسان شربل تحت عنوان داعش وشركة تطرق فيه الكاتب إلى سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في المنطقة معتبرا أن يديهما قد تلطخت بدم العراقيين والسوريين وأوضح كاتب المقال أن إدارة أوباما قد افتقرت إلى استراتيجية واضحة ومتكاملة في منطقة دهمها زلزال الربيع العربي قبل أن تتعافى من زلزال غزو العراق مبينا أن أوباما أطلق في الأزمة السورية مواقف أوقعت المعارضين في الحد الأقصى من الآمال أي إسقاط النظام وتحدث عن الخط الأحمر ثم تنساه وحين هدد باستخدام القوى التقط هدية سيرجي لافروف وابتعد محتفلا بمصادرة الترسانة الكيموية السورية وتجهل إنقاذ سوريا بحل سياسي يحفظ وحدتها وحقوق مكوناتها ثم نسي سوريا كي لا يعرقل الصفقة مع إيران وبالنسبة لبوتين فيشير الكاتب لأنه تعامل مع المذبح السورية بوصفها فرصة لإظهار محدودية القدرة الأمريكية وأضاف أنه شاهد أنهار الدم ولم يرف له جفن وهو لم يوظف ثقل بلاده في دمشق لإقناع النظام بالسير جديا في حل سياسي خصوصا قبل استفحال الأزمة وسقوط مساحات واسعة من الأرض السورية في يد المتشددين كما أنه لم يوظف هذا الثقل أيضا لإقناع طهران بعدم الإصرار على أن تكون سوريا كما كانت أو لن تكون لأحد كما أن روسيا لم تستطع المساهمة جديا في إنقاذ وحدته سوريا وبعد أن أكد أن الشرق الأوسط يغرق في جحيمه شدد الكاتب على أن أوباما وبوتين قد شاركا مع البغدادي في توفير ظروف الانهيار الكبير مبرزا أن تعطينا مجلس الأمن وتركه يتفرج عاجزا على نهاية سوريا جريمة من قماشة جرائم داعش وفي صحيفة الشرق الأوسط يتساءل مشار الزايدي هل اقترب شيء سوري ويشير الكاتب إلى أنه مع الانتصارات السريعة لقوات المعارضة السورية المتكونة في غالبها من فصائل إسلامية على الجبهة الغربية الشمالية تكون الأمور قد وصلت إلى مرحلة جديدة وخطيرة مبرزا أن المدد الإيراني الصريح والعاجل لنظام بشار يأتي بعد فقدان النظام للببادرة وخسارته لمواقع حساسة باتجاه الساحل السوري وفي إدلب وحمى خاصة ويرى الكاتب في مقاله أن أمريكا أوباما كانت هي المعطلة للحل في سوريا وليس إيران وروسيا موضحا أن هذه القوات تعلن صراحة دعمها للنظام الأسد بينما كانت الرؤية الأوبامية تجاه الحل السوري عنصر إعاقة في سوريا وهذا ما كبل الجهد العربي بقيادة السعودية والجهد التركي مع خلافات في الرؤية بين العرب وتركيا عدا قطر ويلفت الكاتب إلى أنه بعد تمدد داعش بسوريا وتحولها لخطر يهدد الأمن العالمي كله تحرك القرار الأمريكي قليلا منوهان إلى أن خلاصة الرؤية السعودية ومن معها من العرب هي أن بقاء الأسد هو بحض ذاته محفز لداعش وتمددها وكل القوى المتطرفة الأخرى ونطالع في صحيفة العرب القطرية مقالا لأحمد زيدان تحت عنوان إيران واللعب على المكشوف فاتكم القطار رأى فيه أن اللاعب على المكشوف هو العنوان العريض لما يجري في الشام اليوم مبرزا أن تقدم الهائلة والسريع الذي يحرزه جيش الفتح في إدلب والاقتراب من الساحل حيث معاقل النظام دفع صحفا غربية إلى الحديث عن اقتراب نهاية النظام الأسد وأشار الكاتب إلى أن الواقع على الأرض الآن أبلغ من يتحدث عن نفسه والاقتراب من معركة الساحل سيفتح صفحة جديدة ومهمة في معركة الشام ولوها إلى أن مرحلة ما بعد الانتخابات التركية قد تكون حاسمة بشأن الحدث الشامي على أساس أن كل التقديرات والتقييمات تشير إلى أن المنطقة العازلة والآمنة والحاضر الجوي سيتم فرضه من قبل دول في الشمال السوري وهو ما قد يمنح دفع معنوية قوية للمقاتلين في معركتهم بالساحل إن تم إطلاقها بالفعل واعتبر الكاتب أن المفاجآت التي أعلن عنها وأعلن عنها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني من معاقل النظام أخيرا كرد على نجاحات جيش الفتح في إدلم محاولة لرفع معنويات العصابة الطائفية لا سيما بعد أن أذخن جيش الفتح فيها قتلا وأسرا لافتا إلى أن النظام السوري الذي كان يملك أكثر من ثمانمائة ألف مسلح بين جيش وشبيحهم مخابرات وداخلية عجز عن وقف الثورة فلتستطيع إيران بعشرين ألفا أو أكثر أن توقف هذا المدى الشامي الذي بلغ الآن عدد مقاتليه أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف مسلح بينهم أكثر من مئتي ألف جهادي وخلص الكاتب لأن القطار قد فات طهران والعصابة الأسدية وربما أكثر ما يطمحون إليه الآن جيب علوي ليكون بمثابة إسرائيل الثانية في خاصرة العالم العربي لمواصلة عبتها بالأمن القومي العربي موقع السوريانت نشر مقالا لناصر التركماني بعنوان بعد الانتخابات تركية إلائي يقول الكاتب لم يستطع حزب العدالة والتنمية أن يحقق الأكثرية البسيطة التي تمنحه حق تشكيل حكومة بمفرده وإذا ما نظرنا إلى البنية الإديولوجية والتواجهات والبرامج الانتخابية لأحزاب المعارضة ندرك صعوبة قيام تحالف ثلاثي بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب ديمقراطية الشعوب وكان واضحا من خطاب داود أغلو بعد صدور نتائج الانتخابات أنهم سيتصرفون بمسؤولية ولن يسمح بنشوء حالة عدم استقرار أو تعريض الاقتصاد إلى خطر لذلك ترك حزب العدالة الأبواب مشروعة لجميع الاحتمالات واعتبر النتائج فوز الإرادة الشعبية والوطنية لتركيا وإنهم يحترمون هذه الإرادة فيما يخص الخيارات المطروحة لتشكيل الحكومة يبدو أن خيار التحالف مع حزب الحركة القومية ميهي بي هو الخيار الأفضل والأقل خسارة لحزب العدالة والتنمية خاصة من ناحية وجود توافق وتقارب في كثير من المواضيع في القاعدة الشعبية للحزبين وسيكون الثمن هذا التحالف هو تجميد عملية السلام مع الأكراد أو على الأقل إنهاءها بالشكل الذي يزيل مخاوف الحركة القومية وخصوصا من جهة عدم إصدار عفو عن مقاتل حزب البيكي كي وزعيمه عبدالله أوجلان الثمن الآخر سيكون تحجيم دور رئيس الجمهورية وبالتالي إعادة التوازن للعب السياسية بين الأحزاب من وجهة نظر المعارضة وهناك مواضيع أخرى أقل أهمية يمكن أن يتفق عليها الحزبان خارجيا كان موقف حزب الحركة القومية ملفتا حينما أبدى استعداده لدعم التحرك العسكري التركي في كل من العراق وسوريا وفيما مضى دعم حزب الحركة القومية الكثير من القوانين والإصلاحات التي قام بها حزب العدالة والتنمية في البرلمان منها قضية الحجاب وتغيير بعض الموادد السورية كانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة وإصدار قرار تفويض البرلمان للجيش بالتحرك خارج الحدود لمواجهة التهديدات الخارجية ومواضيع أخرى الخيار الثاني هو أن يتحالف مع حزب الشعب الجمهوري جيهيبي وهذا التحالف تقف أمامه معويقات كثيرة وسيكون حزب العدالة والتنمية مضطرا لتقديم الكثير من التنازلات في المواضيع الداخلية والخارجية كما أن حزب الشعب الجمهوري يؤيد السلام عن نظام بشار الأسد في الشأن الخارجي وإعادة العلاقات مع مصر وإسرائيل وأوروبا والتخلي عن دور تركيا طرفا مؤيدا ضد الآخر في الملفات الخارجية الخيار الأخير هو التحالف مع حزب ديمقراطية شعوب هيدي بي وبالتالي الاستمرار في عملية السلام مع الأكراد وإعطائهم المزيد من الحقوق والحريات ونقرأ في صحيفة يانشفق التركية التي نشرت مقالا لعبدالقادر السلفي بعنوان الرسالة التي خرجت من الصناديق حيث يقول الكاتب فتحت صناديق الاقتراع وخرجت منها صورة إرادة الشعب لكن هذه الصورة ليست نفس الصورة التي كانت تمثل سابقا الحكومات القوية لكن رغم كل شيء يجب علينا احترام قرار الشعب وقراءة قراره بشكل جيد لمعرفة الرسالة التي وجه الشعب إلينا والحقيقة أن الشعب وجه رسالة لكل حزب على حدة الرسالة الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية لقد انتخبت حزب العدالة والتنمية لأنه كان أمل المستقبل بالنسبة لي لكن عليه مواجهة نفسه أولا ولإنشاء تركيا الجديدة عليه أن يبدأ بنفسه الرسالة الموجهة إلى حزب الشعب الجمهوري لا تستطيع أن تكون قائد المجتمع بكل حالاتك وقد فشلت بأن تكون معارضا في هذه الانتخابات أيضا الرسالة الموجهة إلى حزب الشعوب الديمقراطي في انتخابات رئاسة الجمهورية لم تكن أهلا لثيقة واليوم أيضا أعيد لك الجواب نفسه مادمت تحاول فرض نفسك بالقوة فلن تنجح وسبيلك الوحيد هي السياسة وعليك المطالبة بتوحيد تركيا بالسياسة لا أن تفرقها بسرح الرسالة الموجهة لحزب الحركة القومية لا زلت كما أنت تحاول رفع رصيدك بالبرلمان لتشكل العنصر الذي يحقق التوازن فيه نتائج هذه الانتخابات تؤشر إلى أمكانية دخول تركيا في مرحلة أزمات سياسية أيضا وهذه النتائج تضع كل حزب بموضع الرقم الصعب حيث لدينا عدة خيارات منها حكومة أقلية بدعم أحد الأحزاب وحكومة ائتلافية متشكلة من أكثر من حزب وانتخابات مبكرة تجري بعد فشل تشكيل حكومة جديدة والحقيقة يمكن أن نقول أن المحظور وقع فتركيا اليوم إن لم تتشكل الحكومة الجديدة قد تذهب إلى فوضى كبيرة وإلى مأزق سياسي كبير لخروج منه وفي هذه الحال يقع على عاتق رئيس الجمهورية رجب طيب أردغان دور كبير في امتصاص هذه الأزمة للخروج منها وهو أن يشكل ويشكل ضمان من تلك العواقب وبالرجوع إلى داود أغلو فهو الآن استوعب الرسالة الموجهة إليه وهو ذاهب الآن إعادة هيكرة الحزب من جديد أما بالنسبة للخيارات المطروحة الآن أمام تركيا هل تشكل الحكومة الجديدة؟ هل نذهب إلى انتخابات مبكرة؟ هل تتشكل حكومة اعترافية؟ كل هذه الأسئلة لا زالت غير معروفة تماما والوقت ما زال باكرا للإجابة عنها ولمعرفة هذه الإجابات نحن بحاجة إلى انطباعات رؤساء الأحزاب المعارضة بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون وصلنا للنهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة والإصغاء ونترككم برعاية الله دمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة